اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشبابي والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالقيادات الرياضية الخليجية ودورها البارز في الاتحادات القارية والدولية ومختلف المنظمات الرياضية جاء ذلك لدى استقبال سموه سعادة السيد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الأساوي للدراجات الهوائية في قصر الوادي ورحب سمو الشيخ خالد بن حمد بالسيد أسامة الشعفار في بلده الثاني مملكة البحرين منوها بالجهود التي يبدلها في دعم وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في القارة الأساوية وتعزيز التعاون مع باقي الاتحادات الوطنية في ظل الشعبية المتنامية لهذه الرياضة الأولمبية وأكد سموه حرص مملكة البحرين على النهوض برياضة الدراجات الهوائية والارتقاء بها والعمل يدا بيد مع الاتحاد الأساوي من أجل تحقيق أهدافه وبرامجه على النحو الذي يضمن بروز اللعبة وتصاعد شعبيتها وتطويرها في مملكة البحرين وسائر بلدان القارة وأثنى سموه على الدور البارز لأسامة الشعفار على صعيد الحركة الأولمبية وعلاقاته الواسعة وعطائه المتميز متمن ينسموه له دوام التوفيق والنجاح